يرحل عام 2018 عن غزة مثقلا بأزمات لم تكن في الحسبان فقرار الإدارة الأمريكية وقف المساعدات المقدمة إلى وكالة الغوث فقم من آثار الحصار الإسرائيلي الكارثية المتراكمة على مدار سنوات إذا ما نظرنا إلى مجموعة المؤشرات الاقتصادية التي عاشتها غزة في العام 2018 نحن نتحدث عن نسب بطالة تجاوزت 55% بزيادة تصل حد 5% عن العام السابق نحن نتحدث عن نسب فقر في المجتمع الفلسطيني في غزة تجاوزت 70% ما يزيد عن 80% يعتشون على المساعدات الدولية ما يزيد عن 60% يعيشون تحت خط الفقر الانتعاش الاقتصادي الوحيد تمثل في سماح الاحتلال بتصدير بعض المزرعات لكنه أحكم قيد حصاره بمنع استراد المواد الخام ما أدى إلى إغلاق مئات المصانع وما زاد الطين بلة هو إجراءات السلطة الفلسطينية ضد غزة فكيف ستكون الحال العام المقبل؟ المعطيات تشير إلى تأزم الوضع خلال عام 2019 مزيدا من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومزيدا من الارتفاع في معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة الناتج المحلي تراجع بنسبة 6% والكساد واختلال موازين العرض والطلب تصدر المشهد عام 2018 زاد الفقراء فقرا وضاعف الأزمات الإنسانية والاقتصادية وما بين الواقع والمتوقع في المقبل من الأيام يراوح اقتصاد غزة بين السيء والأسوأ لان شهين غزة آل ميادين ترجمة نانسي قنقر